تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 22 ديسمبر 2020 وأعتقد موضوع النهاردة هيكون مهم لأن أستاذ الحباء على طول بدأوا يبعثوا لي بعض الأسئلة رغم أن أنا على قد تماماً لكن بدأوا يبعثوا لي أسئلة على موضوع السترين الجديد اللي طلع من كوفيد في إنجلترا فالمعلومات اللي عرفتها جيبها على قد ضعفي قوي هشاركت بحضراتكم معايا فيها النهاردة فالمهتم بالموضوع ده تقدر تسمع التعليق على الأحداث لما نوصل لموضوع الأوبئة وأتمنى تكون الإجابة اللي حضرتك بتبحث عنها لكن ما فيش معلومات كافية حتى الآن لكن اللي عرف توصله ربنا يبارك حضرتكم الأسبوع الجاي إنشاء الرب واتدبر رغم أن فترة الأعياد كل سنة وأنتوا طيبين لكن هحاول تكون في الخدمة يوم 29 ديسمبر موجودة وحتكلم فيها على كمالة الطبقة الكارثية اللي فيها ومشاكلها اللي وجدت فيها الجمجمة البشرية اللي زواروا عمر الطبقة من 32 لاتنين وشوية مليون وأيضا هتكلم على موضوع علم الأثار بيشهد إزاي بروعة على صحة الكتاب المقدس ومنها موضوع قصة لوقة البشير عن قصة الاكتتاب كرنيليوس اللي جات في إنجيل لوقة البشير صحاح 2 وإيه اللي قاله علم الأثار في هذا الأمر وردا على الشبهات طبعا حضراتكم عارفين هدف الخدمة اللي هي التعليق على الأحداث ده لا أنا جاي أقول لكم نشرة أخبار أنا مش نشرة أخبار ولا جاي أخور في حد بعض الحاجات ولا جاي أحد موعيد مين أنا أحقر من زالي بكثير لكن فقط يهمني دايما أذكر ضعفي أولا وحضراتكم معايا باحتياجنا لحياة الاستعداد حياة اليقظة الروحية حياة نستعد إن نحن نكون عايشين في هذا العالم ودايما عينينا على فوق كمان علشان خاطر الظلام اللي زاده بيئي صغر النفوس بيعصروا باستمرار فأذكر نفسي وحضراتكم محتاجين نكون فعلا مصابيح مضاءة نكون نور في هذا العالم المظلم وبيزداد ظلام قوي زي ما قالنا الرب يسوع المسيح أنتم نور العالم فده اللي هدف الخدمة فقط ده اللي بحاول دايما أقول لحضراتكم ربنا قال لنا علامات كتيرة الحروب وأقبار الحروب والأوبئة والزلازل والدخان والنار والبراكين والمجاعات والكلام ده كله كل ده ييجي قبل ما ييجي ابن الإنسان حين إذا يبصرون ابن الإنسان أتين فيه صحابة بقوة مجد كثيرة ليه رب ويه كل ده يحصل قبل يوم الرب العظيم المخوف أو اليوم الرب العظيم الشهير ليه عشان نفتكر أنه نخلي بالنا من حياتنا الروحية وكمان عشان ندعو باسم الرب لأن كل من يدعو باسم الرب فربنا قال لنا هذي العلامات واحد عشان ما نخافش اتنين علشان نؤمن في زمن حضراتكم شايفين إزاي زاد جدا التشكيك بشكل ما حصلش قبل كده فإزاي كون كتابنا المقدس خطأ محرف ولا مؤلف وهو قال لنا حاجات هتحصل في الزمان الأخير وهي شايفينها قدام عينينا ما تنفعش تتألف ولا تيجي بالصدفة وأيضا عشان حياة الاستعداد وهي دي بالنسبة لي هدف الخدمة زي ما يقوله متى ابتدأت تكتمل إمتى معرفش في أيام في قرون معرفش لكن الزمان الأخير متى ابتدأت الحاجات دي فيه نحتاج نرفع رؤوسنا لفوق لأننا جاة تكن تقترب في زمن فعلا العالم بيتفنن إزاي يشغلنا عن حياتنا الروحية علامات في السماء القمر كمان حضراتكم طبعا سمعتوا وأنا قلت لكم الخبر ده الأسبوع اللي فات على موضوع اللي هو الحادث الفضائي اللي هو الكونجنكشن أو جريد كونجنكشن أو اللي تعرف باسم نجم الميلاد ما بين جوبتر وساترن أو المشترة وزحن كمان أيضا القمر يشارك اقتراب الكواكب وقدام حضراتكم على فكرة كتير الناس بيقولوا الاتنين دولة مع بعض هما النجم الميلاد أنا زي ما شرحت لكم في موضوع نجم الميلاد ما أعتقدش الموضوع مش كوكبين بس الموضوع يحتاج أكثر من ذلك قد يكون معهم القمر ثالث ليه؟ لأن عشان تحصل على خط مستقيم يحدد لك بقع على سطح الكرة الأرضية زي بيت لح محتاج مش نقطتين محتاج طلت نقاط عشان الطلت نقاط يدو لك خط مستقيم ولو تتحرك في أي منطقة هتلاقي حاجة خرجت عن حق خط مستقيم فما بيقاش بهذا اللمعات ده التفسير اللي أنا كنت قدمته على قد ضعفي تماما من أعتقد من 10 سنين 11 سنة فأعتقد أن هو مش كوكبين بس أعتقد ما هو أكثر من ذلك عشان يديك خط مستقيم تقدر تحدد به بقعة صغيرة على سطح الكرة الأرضية ده اللي حبيت أقول لحضراتكم عليه تقارب الكوكبين المعروف بنجم الميلاد أو كريسماس ستار الكلام ده لم يحدث من 800 سنة الحدث ده ما تكررش بطريقته السنائية دي من 800 سنة فاتت في يوم اللي توازى فيه الكواكب اللي هو إمبارح كمان في نفس اليوم ده من ديلي ستار يعدي مزنب على مقربة شديدة من الأرض لكن محدش ينتبه إليه فتزايدت جدا الأجسام الفضائية اللي بتعدي قرب الأرض وبتهدد الأرض زي ما قال لنا كتاب المقدس عن نجوم السماء تقابل المشترة وزحل في ما يعرف بنجم الميلاد وده الصورة بتاعة إمبارح من التلسكوبات وعلى حلقات زحل كمان كانت بينة وأيضا بعض نجوم كوكب المشتري كانت مرئية آسف أنا قلت بعض نجوم بعض أقمار كوكب المشترة كانت مرئية اخترعوا نوع جديد من الساتيليت يقدر يرى الأشخاص داخل المباني نهار أو ليل يعني أنت تبقى قاعد في بيتك تحت سقفك ومرسود بالساتيليت ومتشاف كل حاجة هذا اللي احنا وصلنا له طبعا تزايدت فعلا كرات النارية أو نجوم السماء على الأرض زي ما قال الكتاب المقدس وزي ما قلت اللفظ اليوناني قبل كده وشرحتها أكتر من مرة النفظ اليوناني مش معناه نجم بالمعنى اللي احنا فاهمينه اللفظ اليوناني يحمل معنى جسم فضائي لو حجر فضاء فيوم 15 ديسمبر 257 كرة نارية في يوم واحد من الأرقام المرتفعة جدا اللي اسمعنا عنها والأرقام دي للأسف بتزيد وده على فكرة من الحاجات المقلقة بالنسبة لهم ليه لأنه لو عمر الأرض فعلا اربعة وستة من عشرة مليون وعمر المجموعة الشمسية اربعة وسبعة من عشرة أسف انا قلت مليون مليار أو بليون ولو عمر المجموعة الشمسية اربعة وسبعة من عشرة بليون سنة مكناش نلاقي الحاجات دي كانت زمان الحاجات دي انتهت ده من بتتاكل بسهولة فازاي بتزيد مش بتقل يوم سبعتاشر ديسمبر تلاتين كرة نارية في يوم واحد يوم تمنتاشر ديسمبر تمنتاشر كرة نارية ويوم عشرين ديسمبر أربعتاشر كرة نارية التقس اللي فعلاً أمواج البحر بتضج عاصفة ثلجية في ساحل الأطلنطي قد تسكت ثلوج لم ترى في العديد من السنين الماضية وفي المنطقة الشرقية في أمريكا نورس إيست وده من زويذر تشانل بالفعل العاصفة الثلجية دي في شرق أمريكا ضربت أرقام قياسية هل حاجة عادي أن تحصل أرقام قياسية؟ كنا نسمع فعلاً عن أرقام قياسية في الماضي لكن كنا نسمع عنها كل عشر سنين مرة أو كل خمسين سنة مرة مش في نفس السنة كل أسبوع بنسمع عن رقم قياس جديد في حاجة فالموضوع متسارع قطعة ثلجية عملاقة وأدي سوريتها قدام حضراتكم من الجارديان اللي بيتابع معايا الدايريك بروتكاست من أنت أرتيك تتجه إلى جنوب جورجيا ولكن كمان اتكسرت وتقسمت نصين الزلازل اللي زادت جداً في نفس الوقت اللي زادت فيه النجوم السماء وفي نفس الوقت اللي زادت فيه الأمواج اللي بتضج كمان الزلازل زادت زي ما قال إنجيل لوقى 21 لفظة هنسمع عن زلازل عظيمة لغاية خمس ست سنين فاتوا رقم ستة ده كان رقم نادر كنا نسمعه بالكتير مرة كل شهرين تلاتة بيقى مرة كل شهر دلوقتي بيقى مرة كل أسبوع دلوقتي داخل يبقى أكتر من مرة في الأسبوع رقم ستة يوم الثلاثه أي فات بيقى 37 زلزال منهم في يوم واحد مهما منهم واحد ستة واحد من عشرة في الفلبين اليوم اللي فات بيقى 33 زلزال بيقى celebrates ما كما يبقى يوم الخميس اللي فات بيقى 42 زلزال في يوم يوم الجمعة بيقى 46 زلزال بين المتوسط أو قوي في يوم يوم السبت بيقى 42 زلزال يوم الأحد 37 زلزال منهم واحد تاني فوق الستة بقوة ستة وثلاثة رختر في اليابان الأسبوع ده الوحده سيبك من الزلازل لا ضعيفة ولا متوسطة زلازل قوية فقط الأسبوع ده الوحده في استمرار تزايد الزلازل حصل 82 زلزال قوي منهم ثلاثة بقوة ستة رختر وأكتر قدام حضراتكم أنت أرتك اهتزت بتلاتين ألف زلزال في تلات شهور ده من وكالة رويترز قدام حضراتكم وده إشكالية بالنسبة لهم الموضوع مش بس سخونة أو اختلاف حرارة أو الكلام ده كله الإشكالية أنه الزلازل دي ممكن تجعل الجليد ينصهر بسرعة ويتكسر وده طبعا يحدث كارثة ضخمة للكوكب وموضوع ارتفاع منصوب سطح البحر ده ممكن على فكرة شوية زيلازل زي كده تسبب انصهار سريع جدا للتالج لما يتكسر بسرعة وتلاقوا منصوب سطح البحر ارتفع بسرعة ويعمل كارثة مش محتاجين نستنها في سنين طويلة ده ممكن فعلا أكشل الموضوع يكون أسرع من ذلك بكثير للأسف ربنا يحامي على الكل واللي في نفس الوقت برضو البراكين زادت والدخان اللي طالع منها زاد زي ما قال أعماله رسول اتنين هنسمع عن بخار ودخان كتير في أواخر الأيام قبل أن يجي يوم الرب العظيم الشهير يوم 16 ديسمبر متابعة لنشاط 8 براكين قوية بعد ما كنا نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة مش في الأسبوع يوم 17 ديسمبر متابعة لنشاط 9 براكين قوية من فولكينو ديسكافر انفجار قوي لبركان إبيكو ويطلق رماد كتير انفجار أيضا بركان بوبو كاتابيلي ويطلق رماد وصل لغاية 19 ألف أدم يوم 18 ديسمبر متابعة لنشاط 8 براكين قوية انفجار آخر قوي لبركان كوشوفيسكي ويطلق رماد وصل لـ 23 ألف أدم انفجار بركان كيلويا في هاواي والطوارئ تصل لمستوى الريد زون أو مستوى الأحمر ويطلبوا من الناس تقعد في بيتهم ومش عارف إذا كان هيتم إخلاق ولا لأ ده من Wall Street Journal انفجارات وأنشطة بركان إتنا الإيطالي تتزايد ده من Russian Today وهي ملخص البراكين النشطة من Volcano Discovery يوم الحد اللي فات كل دية قدام حضراتكم في الخريطة براكين نشطة في نفس اليوم اللي لونه أحمر ده في حالة انفجار واللونه أورانج ماينور أكتيفتي موت الكائنات الجماعي اللي كانت تحصل حالة أو اتنين في السنة أو مفيش خالص في السنة أو لعدة سنين مصبقين نسمع أن كان حالة موت كائنات جماعي مش في السنة في الأسبوع زي بالضبط ما قال الكتاب المقدس في هشع أربعة تنوح الأرض ويزبط كل من يسكم فيها مع حيوان البرية اللي يموت وطيور السماء اللي تقع ميتها وأسماك البحر أيضا تنزع تموت بكميات جماعية بطريقة ما شفناهش من قبل وزي ما يقول في صفانيا واحد نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض يقول الرب أنزع الإنسان والحيوان أنزع طيور السماء تقع ميتها وأسماك البحر ينزعها والمعاثر مع الأشرار يعني الكائنات والحيوانات حتموت قبل ما يعاقب ربنا الأشرار 30 نوفمبر موت أسبوع واحد على فكرة موت مئات من الطيور بتقتل نفسها بالاستضام في حائط بطريقة غامضة في الصين هذا من جريدة صنع فاكرين أفلام هتشكوك ويعتقد فيه فيلم يقال عنه اسم فيلم الطيور لهتشكوك الناس شافوا الفيلم الأسطوري الخرافي شافوه حقيقة قدام عنيهم الطيور تطير بسرعة شديدة وتخبط نفسها في حيط عشان تموت البعض بيقول السبب الشبكة الجديدة اللي هي 5G لكن ده حصل ده العالم اللي احنا بقينا فيه في نفس اليوم قتلت 19 ألف من البط بسبب انفلوانزة الطيور في كوريا الجنوبية يوم 1 ديسمبر موت ألاف من سمك الشيطان الريفش والجنبري وأسماك فيه شاطئ فيه في لوريدا ده من يو اس تودي في نفس اليوم مرة أخرى يموت أو قتل 400 ألف من الطيور بسبب انفلوانزة الطيور في كوريا الجنوبية يوم 3 ديسمبر قتل 29 ألف من الطيور بسبب انفلوانزة الطيور في ألمانيا جيل جديد من أسراب الجراد للأسف تبتلي تطلع مرة تانية ملاحقوش يفوقوا منها تهدد بمحوق المحاصيل في شرق الهند وده من إكس بريس نيوز إيه الأوبئة واللي انتوا عارفين نحن عايشين في إيه الأيام دي للأسف اللي بدأوا يحاولوا يقولوا ده النيو نورمان الإصابات بالكوفيد عالميا لغاية النهاردة الصبحية على قد معلومات المتواضعة وصلت عالميا المعلنة 77.5 مليون عدد الوفيات 1.706.513 إنسان ده مش رقم بس يتذكر ده كل واحد عزيز على أهله فتعزياتي لكل أسر هؤلاء الإصابة في أمريكا هتعدد 18 مليون ولا زال تتزايد الهند الدولة التانية من حيث الإصابة تتعدد 10 مليون فاكرين لما الكوفيد وكنت بكلمكم عليه في فبراير ومارس وقلت لكم عن عيني على الهند أنا بصراحة كنت متوقع الهند هتبقى الدولة الأولى مكنش متوقع أمريكا لكن الهند شايفين بيزيد فيها البرازيل الدولة التالتة بسبعة وربعة مليون الكوفيد وصل كمان لأقصى الأرض فوصل للأنت آرتك ألف مبروك حمد الله على السلام أسف إيطاليا قد تعود للإغلاق مرة تانية مع تزايد حالات الإصابة بالكوفيد والوفيات ده من وكالة رويترز طايلاند قد تختبر 40 ألف لمواجهتها أسوأ انتشار للكوفيد في الدولة بريطانيا يبدأ ينتشر فيها بسرعة نوع جديد من الكوفيد نيو سترين متحور يعني فيه طفرات ميوتيشنز فيه طفرات أساسية كي ميوتيشنز وما نعرفش عنه معلومات كافية حتى الآن إن كان حيسبب أعراض أقوى يعني حيبقى مور باسوجينيك أو إذا كان حيتأثر بالتطعيم ولا لا ده من وكالة رويترز تحليلي المتواضع جدا لهذه النقطة طبعا الكل قاعدين يقول لكم لا مش هيأثر على التطعيم غالبا مش هيأثر على التطعيم للأسف ده اللي بيقولوا لكن بالنسبة لي عشان يعدي المرضى أكتر معناه إنه يحتاج يكون غير الريسبتور بتاعه أو أسلوب حصل في الريسبتور بتاعه الكوفيد لغاية دلوقتي معروف إنه هو بيدخل مينلي بالأساس مش الوحيد لكن بالأساس من ريسبتور اسمه A-C-E to receptor كويس ودي قلتها قبل كده في الموضوعات اللي شرحتها في أسئلة حضراتكم أو إجابة أسئلتكم على الكوفيد طالما عدد الريسبتور ده بيبقى محدود فقدرة الفيروس على دخول الخلايا بيبقى محتحدة بعدد الريسبتور وأيضا قدرة التصاقه على الريسبتور طالما أسفلسطين الجديد أقوم بالأسفلسطين الجديد أقوى انتشارا بنسبة 70% هذا المتحور معنا أن في وسيلة أخرى يدخلها طب الفكسين بيعتمد على إصابة سبايك بروتين أو البروتين لسمه سبايك بروتين اللي بيرتبط بـ A-C-E2 بطريقة محددة الطفرة تخلي ارتباطه بالريسبتور ده تختلف أو يرتبط بالريسبتور ده تختلف أو يرتبط بالريسبتور ده تانية ABC يعني التوقع سهل جدا يقدر يوصل له أي إنسان بسيط زي حالاتي باحتمال كبير ومش بقول 100% أنه التطعيم مش هيفيد ليه؟ لأن التطعيم بيدرب الأسلوب التقليدي ليه؟ الفيروس ويدخل الزي الخلية عن طريق سبايك بروتين دراسة للأسف دراسة سيئة من بريطانيا ICOG الإشكالية الدراسة دي بتقول في التفصيلات بتاعتها كالعادة لما ما تلاقيش الحاجة بوسولة غير لما تقرأ تفصيلات التفصيلات أنه بإعطاء التطعيم بنزيل الإصابة بالنوع الأول جدلا لكن للأسف أنت لما هتدي التطعيم هتعمل إيه؟ هتنشط جهاز المناعة يشتغل ضد الفيروس القديم حلو؟ لا مش حلو أنت شغلت المناعة آسف في التعبير لهيت الجهاز المناعة بإيه مشغول أنت كده فتحت المجال للإصابة بالأنواع الأكثر تحور الأنواع المتحورة لأن أنت شغل المناعة بالنوع القديم فاهمي أن أقصد أقول إيه؟ ودي حاجة معروفة لإشكالية أن أنت لما تشغل المناعة عشان كده حتى الناس اللي بتبقى دايما عندهم مشاكل في جهاز المناعة الـ Immune Compromised الناس دولا بينصحوا أن أنت ما تدهمش تطعيمات أيضا قادي الدراسة بتقول أنه بإعطاء التطعيم بتزيل الإصابة بالنوع الأول الأساسي لكن كده بتشغل المناعة فممكن تفتح فعلا الباب أكثر للإصابة بالأنواع الجديدة المتحورة يعني حيساعدها أنها تنتشر أكثر للأسف مجلة New Scientist اللي كنت تتمنى أنها تنشر بعض المعلومات للأسف تقول بما معناه أو ملخصه ما نعرفش حاجة عنه إلا أنه بس بينتشر بسرعة بنسبة 70% جريدة سنة البريطانية تقول النوع الجديد من الكوفيد يتضح أنه هو معدي بنسبة 70% أكثر من الأصلي وينتشر عبر بريطانيا ومخاوف أنه يخرج عن السيطرة آخر حاجة لقيتها النهاردة الصبحية لما عادت أدور على قد مقدر النوع الجديد البريطاني ده أحدث دراسة طلعت أكشولي أمس هي في طفرتين طفرة في جين يسمى جين N501Y 501Y الجين ده بيشارك فيه إنتاج السبايك بروتين أو الاس بروتين الاس بروتين اللي بيقدر يرتبط به الفيروس الفيروس عشان يجي على الهوست سيل خلية العائل بيلاقي ريسبتور يقدر يعد من خلاله المادة الوراثية بتاعته الريسبتور ده اللي هو ACE2 بيرتبط الفيروس به إزاي؟ بيرتبط عن اسمه سبايك بروتين بيطلع السبايك بروتين إزاي؟ بعدة جينات منها جين N501Y كويس؟ أنا آسف للموضوعات العلمية اللي تبدو معقدة سمحوني معلش السبايك بروتين هو ده التطعيمات بتستهدفه معلوم معلم من الأول أن ده هدف التطعيمات نضرب نخلي أجسام المناعة تهاجم السبايك بروتين كده الفيروس انتهى فلما تحصل طفرة زي الطفرة دي ده يخليه أكتر من ضعف قوته السابقة في الإصابة السريعة وعشان كده بيمتشر أسرع بكتير من الأول بنسبة 70% الكارسة انه هو مش طفرة واحدة الكارسة انه هي طفرتين الطفرة التانية هي حسف جين الجين ده يسمى H69-V70 برضو الحسف ده تم في إيه؟ في الجينات المسؤولة عن السبايك بروتين الإشكالية اتضح ان الطفرة التانية الطفرة الأولانية هي خلية ارتبط بالخلية أقوى فيصيب أسرع فعشان كده بينتشر أسرع الطفرة التانية دي في الجين التاني ده اكتشف ان هي بتخلي الأجسام المضادة من البلازمة من الناس المصابين سابقا بالنوع الأصلي قليلة الفعالية فهمتوني؟ ده للأسف فمعنى إيه؟ معنى النوع الجديد أقوى انتشارا ما نعرفش إذا كان أكثر حيبقى مورتاليتي وموربيريتي ولا لا يعني حيموت الناس ويسبب أعراض أصعب ولا لا لكن هو أكثر انتشارا وللأسف الطفرتين اللي حصلوا احتمال الأولانية تخلي التطعيم ما يشتغلش وللأسف الطفرة التانية تخلي حتى البلازمة من الناس اللي تصابوا بالنوع الأولاني تبقى تصير بتاعها ضعيف ده للأسف لا من غير طبيعي أستاذ العزيز استنى حاجيلك الغير طبيعي الكارسة بتاعته إيه؟ احتمالي للأسف النوع الجديد البريطاني للأسف غالبا لم يتم احتواءه فقد يكون وصل لفرنسا حاجة غريبة أن أحد الطفرتين اللي فيه تشبه الطفرة اللي حصلت للنوع اللي بدأ يصيب حيوان المنك لكن سكاي نيوز تقول لنا خبر سيء أمس أن النوع الجديد بتاع الكوفيد سريع الإصابة ده ده مش بس وصل لفرنسا بعد بريطانيا ده أيضا وصل لإيطاليا والدنمارك وهولندا واستراليا وغيرهم للأسف فخلاص بدأ يضرب العالم ملايين في إنجلترا قد يواجهوا أنهم من يعيشوا تحت إغلاق بمستوى مرتفع أو مستوى رابع لمدة شهور ده من ديلي ميل بريطانيا قد تعاني من نقص الطعام بعد ما أغلقت فرنسا معها حدودها ده من والستريت جورنال وأغلب الدول الأوروبية أفلت هولندا تمنع السفر مع بريطانيا لغاية ما تعرف مدى النوع الجديد من الكوفيد خطورته إيه أيضا بلجيكا تمنع السفر مع بريطانيا بسبب الكوفيد الاستراني بتاع الكوفيد الجديد أيضا يتبعهم العديد من الدول الأوروبية وكمان تنضم إليهم كندا اللي تمنع السفر للجائيين من بريطانيا ده من CNN السعودية تغلق حدودها بالكامل مع بريطانيا وغيرها وتمنع الطيران بسبب المخاوف من الكورونا الجديدة أو الستريم بتاع الكوفيد الجديد لكن هل واحد بس الجديد اللي طلع لنا للأسف؟ لا مش للأسف لا مش واحد للأسف أكتر من واحد فالعلماء يكتشفوا إن كمان في نوع تاني جديد طلع في جنوب أفريقيا فاكتشاف تحور آخر للكوفيد بالإضافة للبريطاني الجديد اتوجد في أفريقيا جنوب أفريقيا وغالبا بقى النوع الجديد ده بادي من البداية أخطر بكثير من الأصلي للأسف فنوع جنوب أفريقيا برضو آخر حاجة عرفت وصلها من الداتا اللي نشروها العلماء إن الطفرة بتاعته هي طفرة 501V2 وده تجعل الفيروس أعنف بكثير ويسبب أعراض أصعب بكثير أعراض مرضية أصعب من النوع الأصل في حاجة غلط في هذا الفيروس كوفيد ده مش عايزة أقول حاجة طبيعية أنا ما عنديش أدلة كافية كارثة أخرى أبحاث تانية إضافية مرارا وتكرارا تؤكد أن الكوفيد ده فيه حاجة غلط بيعرف يوصل المخ يعني بيعدل blood brain barrier وأيضا بيسبب أمراض المناعة autoimmune disease حاجة عايز أقولها لغاية دلوقتي ويسمحوا لي أن أنا أشير لعلامة الاستفهام دي الفيروسات احنا بنعرف مصدرها وخاصة الفيروسات الوبائية اللي تظهر مرة واحدة الكوفيد بعد أكتر من سنة أو على قل قولوا سنة من انتشاره ليه لغاية دلوقتي ما تقلناش مصدره إيه ليه لسه فيه علامة استفهام كبيرة حوالين مصدر الكوفيد وعلى فكرة تعرف مصدر الفيروس مهم عشان تعرف أصلا المعدل التغير والكلام ده كله ده حاجات مهمة جدا ده شوفوا البلايين اللي بتترسف بتتعمل في التطعيمات لو انت عارف ان معدل التغير السريعي بانت عارف كل البلايين اللي تصرفها دي في الأرض سؤال غريب أو سؤال مهم بالنسبالي وشيء غريب بالنسبالي ليه لم يعلن حتى الآن مصدر هذا الفيروس طبيعي صناعي جاي من كائنات فضائية ليه ما تقلناش مصدر الفيروس آخر حاجة قالوها من البداية يشبه بتاع البات بتاع الخفاش ده يشبه ده مش معنان هو المصدر لكن يشبه بتاع الخفاش ولكن فيه أربع مناطق جينية تتطابق مع جين الفيروس بتاع الإيدز ازاي؟ كورونا من الخفاش فيه أربع جينات من الـ HIV بتقولوا لنا ايه بالظبط؟ بعد تطعيم فايزر تطعيم مودرنا يحصل على موافقة فيه أسبوع بعد ما أعلنت الـ FDA انه برضو safe and effective ياه مين يزود؟ منظمة الـ FDA تطالب بمتابعة اللي هياخده تطعيم فايزر اللي قالت لينا عليه FDA انه safe and effective ومودرنا ليه أصلي هو safe and effective أيوة بس لا سمح الله بيسبب إصابة بشلل نصفي للوجه ده بالإضافة للـ side effect اللي أنا ذكرتها لحضراتكم الأسبوع اللي فات على فكرة الأساتذة الأحباء اللي قالوا عايزين اللينك أنا حطيت تحت التعليق على الأحداث الأسبوع اللي فات اللينك من CDC اللي تفتحه ينزلك الشارت اللي كان فيها كل الأعراض الجانبية اللي قلتها لكم على تطعيم الكوفيد اللي قلتها لكم واحدة واحدة الأسبوع اللي فات أنا حطيت لكم اللينك تحت الموضوع في اليوتيوب فالـ FDA اللي قلتنا انه هو safe and effective وزي الفل وما تقلقوش وتمام وفلة وفلة يا كينج بس خلي بالكم ممكن يسبب شلل نصفي للوجه ما علينا دي تضاف للقائمة اللي قلتها لكم الأسبوع اللي فات من فوكس نيوز أوائل الممرضات اللي أخدوا تطعيم فايزر واحدة فيهم اتصابة بحساسية شديدة تطعيم الكوفيد أيضا غير محبز للي عندهم مشاكل في المناعة لأنه بيسبب مشاكل للمناعة فزي دلوقتي الحوامل أي حد سنه أقل من 16 سنة أو أي حد عنده مشاكل في المناعة خلاص رسميا ممنوع ياخد تطعيم الكوفيد ممرضة كان يتم حقنها في بس مباشر تشجيعا للناس فبيضوها التطعيم في البس المباشر رح أغمى عليها بعد التطعيم على الهواء مباشرة ده من نيويورك بوست لكن طبعا طلعوا الدكاتري يقولوا لا 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 مالهوش مالهوش علاقة بالتطعيم وما الخير لا سمح الله أغمى عليها ليه ودي نيورس بتاخد تطعيم الإنفلوانزا باستمرار دولة لازم ياخدوا تطعيم الإنفلوانزا كل السنة وما بيغماش عليها بس لما أخدوا التطعيم الكوفيد أغمى عليها ما علينا أنتوا بقى لتخمنوا تقرير آخر عن حدوث حساسية شديدة من تطعيم الكوفيد ده من ABC News مستشفى في شيكاغو توقف حقن تطعيم الكوفيد مؤقتا بعدما أربع ممرضات حصل لهم أعراض جانبية شديدة فوقفوا التطعيم مؤقتا ده من Fox 32 تحذير من أن بعض أنواع التطعيمات للكوفيد تسبب أو تزيد الإصابة بالإيدز ماذا؟ خبر ده قلته لكم زمان بس يمكن البعض أن نسيه وأقرر مرة تانية علامة الاستفهام إيه علاقة الكوفيد بالإيدش آي في برضو علامة استفهام تانية ولا الإشعات اللي بنسمعها في أيام أوباما كابتن فوتشي شيك التخين قوي اللي أخدوه لمعمل أوهان عشان ينتجوا تطعيم للإيدز اللي مش عارفين لمدة 40 سنة فقرروا يبحثوا عن فيروس المفروض theoretically neutral محايد فجابوا كورونا فيروس مفترض أن هو neutral علجوه جينيا علشان يطلع أجسام مضادة للإيدز فهو كورونا فيروس عادي طبيعي ما بيصيبش إنسان عدلوه جينيا وشيلوه شوية جينات من الإيدش آي في اللي ما بيتحسهوش أجسام المناعة ولكن للأسف أثناء التجارب فلت من إيديهم وعمل الكوفيد أنا مش بقول إن دي الحقيقة أنا بقول إن دي إشاعة بس الحقيقة يوجد علاقة ما بين الكوفيد اللي مش عارفين مصدره مخلق ولا إيه بالضبط وما بين الإيدش آي في بتاع الإيدز اللي عنده إجابة عكس ذلك اللي عنده يقدر ربط ما بين الاتنين واللي ثابت وحقيقة علمية إنه في الكوفيد عندنا أربع قطع جينية من الإيدش آي في بتاع الإيدز جوه الكوفيد وما حدش يقدر ينكر الحقيقة ليه أوكي؟ اللي عايز ينكر ينكر أيضاً أستراليا توقف تجربة تطعيم الكوفيد ليه؟ لأنه لقيوا حاجة غريبة جداً الكثير من المتطوعين لما ياخدوا تطعيم الكوفيد تطلع عندهم أجسام مضادة للإيدز هو إيه الموضوع؟ تاخد الكوفيد أو تطعيم الكوفيد تلاقي نفسك وصبت بالإيدز أو طلع لك أجسام مضادة للإيدز هو إيه الموضوع بالضبط؟ ولا يزال علامة الاستفهام موجودة والتخبية مش هتفيدة محتاجين يتقلنا كوفيد جاه منين؟ كلام ده من فرست بوست أوروبا هتبدأ تطعيم المواطنين خلال عشر أيام كبير علماء روسيا اللي عمل تطعيم الكوفيد اللي هو السبوتنك 5 ده من جريدة صن البريطانية اتقتل طعنا وترمى من الدور الأربعة عشر إيه الموضوع؟ ولا هتبتدي سلسلة اغتيال العلماء عشان الموضوع ما يتظهرش هم فاكرين سلسلة قتل العلماء اللي كانوا بيتكلموا على أمراض المناعة مع التطعيمات وللغاية دلوقتي محدش رد عليها والموضوع اتنسى تماما فوق العشرين عالم ومتخصص في أمراض المناعة والأوتو إيميون واللي بدأوا يلمحوا على علاقة بعض التطعيمات زي الMMR والأوتو إيميون ديزيز وتقتل واحد ضد الثاني في أحوادث غريبة بالصدفة البحثة وراء بعض والموضوع انتهى هل يترى الموجة هترجع تاني؟ هااااااااااااااا الصين حتطعم خمسين مليون شخص قبل رأس السنة منوكالة رايترز الصين تقول للمواطنيين حتى اللي هيتطعاموا لازم يستمر يرتدي الكمامات ده من راشان توداي السعودية أول بلد عربي تبدأ تطعيم فايزر للكوفيد ده من راشان توداي دفعت كتير اكشوالي وزير الصحة البولندي يؤكد انه اللي هيقبل تطعيم الكوفيد سيعطى شهادة ولا حيرفض قد يواجه الحزر هيعيش في الحزر يعني بمعنى اخر عندنا الكوفيد اللي ما نعرفوش عندنا التطعيم اللي اعراضه الجانبية لسه ما نعرفهاش كويس عندنا سترينز جديدة اللي التطعيم مش هيشتغل عليها ورغم كده لو ما اخدتش التطعيم اللي مش هيشتغل على السترينز جديد غالبا هيحبسوك ما علينا ايضا اسرائيل ستصدر باسبور التطعيم اللي يتحرك به الشخص بحرية على عكس الغير متعامين اللي حتكون بعض الاماكن محظورة عليهم تماما مخاوف في انجلترا من اللي حيرفضوا التطعيم حيتحرموا من دخول اماكن وده كده ممكن يسبب انقسام في المجتمع ده خلاص هيبقى عندنا نوعين من البشر تمييز عنصري بتاع التطعيم واللي مخدش التطعيم بتاع التطعيم هيبقى ليه مميزات كإنسان واللي مخدش التطعيم هيبقى محتقر زي للطهاد العنصري بتاع زمان ما بين السود والبيض البيض ليهم حقوق مش مسموحة للسود هيبقى البهوات بتعطي التطعيم ليهم حقوق مش مسموحة لما بين قصين اللاجرز اللي ماخدوش التطعيم اندرو يانج اللي كان مرشح سابق للرئاسة الأمريكية يطالب بتصنيع آب وده ديمقراطي يحمله اللي ياخد التطعيم عشان يتحرك بحرية أما اللاجرز اللي مش هاخدوا التطعيم دولة لا دولة يتحبسوا في بيوتهم ده من فوكس نيوز قادة الديمقراطيين للأسف يعلنوا أنه خلاص ما فيش حاجة اسمها حقوق انسى فاكرين زمان حقوق العمال واللي ييجي على العامل يتبهدل والكلام ده كله والكلام ده تغير عشان سواد عيون الكوفيد أصحاب العمل ممكن يمنعوا الموظفين الغير مطاعمين بمعنى بين قصين يتطهدوهم ومن دخول أماكن عملهم لو ما خدوش التطعيم ده من سي بي اس نيوز ايه رأيكم واللي بيقولوا الكلام ده محامين المفروض بتعود حقوق الإنسان هم من اللي بيقولوا الكلام ده واو سجن طالبة طالبة جامعة أمريكية اتسجنت أو تحكم عليها بالسجن أربع شهور ده من سي اين اين في جزيرة كيمن او كيمن ليه؟ لأنها خلفت بروتوكول الكوفيد باختصار شديد القصة بتاعتها سفرت عملت تست الأول طلعت نيجاتيف فسفرت عشان رايحة تحضر المسابقة بتاعت البويفريند بتاعها وصلت في جزيرة كيمن ايلاند فعملولها تست مرة تانية طلعت برضو نيجاتيف ولكن قالولها محتاجة تقعد في الكارانتيه وضحت أن هي جاي عشان المسابقة اللي بعد يومين فبعد يومين راحت تطلع تشوف المسابقة لكن بتحاول تاخد جامب أبضوا عليها وحبسوها وأصدروا الحكم بأنها تتحبس أربع شهور إيه رأيكم؟ ده اللي احنا وصلنا ده من سيئنان أيضا رئيس قسم السياحة في الطيران يقول يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده جنان ان انتوا تمنعوا الناس اللي مش هتاخدوا تطعيم تمنعوه من السفر ده كده حتقت الجزء كبير من السياحة اللي هي أوريدي متضمرة ده من راشن توليي إعلان للأسف في طلعوا فيه سانتا عيان بالكوفيد فده أغضب الأهالي جدا لكن هل الكوفيد بس؟ لا كتاب قال لنا أوبئة والأوبئة كتير اللي شغالة هذه الأيام للأسف فموت 80 شخص من حم لاسا في جنوب غرب نيجيريا بعض المناطق حم لاسا قتلت أشخاص أكتر بكتير من اللي ماتوا من الكوفيد في نيجيريا كمان أوبئة تانية كتير شغالة زي دينجو وزيكا وغيره رجل أرجنتيني يدهش يدهش من رؤية لنوع جديد من النموس عملاق الحجم ده من راشن توداي وهل النموس المعدل جينيا ينشر كارثة إلى بحاس تقول نعم والشركة تقول لا يعني إيه؟ فاكرين النموس المعدل جينيا اللي طلع مش الصيف اللي فات اللي قابله اللي عملوه وعدلوه جينيا وقالك بس عشان يقاوم الفيروس اللي شايل الزيكا فيروس واحنا ضمنينه وده زي الفل والكلام المعتاد ده لا اللي بحاس وتطلعلك ان ده طلع مصيبة هو التاني وده بقى ميرجعوش في كلامهم ده العملوه العلماء ده اللي احنا انتجناه النموس بتاعنا احنا مش بتاع ربنا طلع كاسا لكن الشركة اللي انتجته لغاية دلوقتي بتقولك لا ده سيف 100% ايه رأيكم؟ زيت الصوية اللي بيعد بيه أغلب الأطعمة السريعة اللي هي الفاست فود زي ماكدونالد وغيره 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 واتضح ان هو بيسبب تدمير لخلايا المخ عايزين تشوف الناس ليه متوهة وعندها الزهايمر وزاد الكلام ده كله والديمنشيا والكلام ده كله زاد فاست فود اللي فيه زيت الصوية أحد الأسباب أخبار الحروب طائرة عسكرية أمريكية تدار بالزكاء الصناعي لأول مرة ديها لبشر ولا طيارة بدون طيار بس لسه بيتحكم فيها بشر من على بعد لا دي طيارة ماشية بالزكاء الصناعي هو اللي تقرر وتتجه وتضرب وتعمل اللي هي عايزة ايه رأيكم؟ أمريكا تنتقد محاولة روسيا لتسلح الفضاء التهكير اللي قد يكون انتوا عارفين أمريكا تم التهكير عليها وبشكل بشع ده بيقولوا احتمال يكون روسي لكن لسه فيه خلاف مش عارفينه روسي ولا صيني اللي قدر يخترق أكتر من عشرين مصلحة حكومية أمريكية وده حسب القانون الأمريكي يعتبر إعلان حرب Virtual Declaration of War حتى هيئة الأسلحة النووية الأمريكية هي برضو من ضمن المؤسسات اللي تم اختراقها بهذا التهكير الأخلاني وكمان يتوقعوا الموضوع موقفش عند هذا الحد ده الأسوأ لم يأتي بعد هذا التهكير وهل أمريكا حترد على اللي حصل والضربة القوية التهكيرية دي والغاية دلوقتي مش مؤكد مين الوراء بعض بيقول روسيا ترامب بيقول الصين ما فيش تأكيد حتى الآن من يو اس توداي بومبي اللي هو الأمريكي يقول ده روسيا ولكن ترامب يتوقع أنه هو من الصين البحرية الأمريكية ستركز على استراتيجيات روسيا والصين الجديدة اللي بيتقدموا في الأسلحة الصين ترسل حاملة طائرات بجوار تايوان بعد معدد سفينة حربية أمريكية بيوم واحد الصين قامت بهجوم عسكري ساخر على تايوان ويزداد الموقف بينهم اشتعالا وده من إكسابريس نيوز كمان الصين تخاف من صواريخ مدمرات حاملات الطائرات اللي تقدر بيها تايوان تدمر حاملات الطائرات الصينية ده من إكسابريس نيوز الرئيس الإيراني يقول النظام الصاروخي الإيراني اللي طوروه ده خارج النقاش وبيدن يعرف ذلك ده بيهدد بايدن أيضا الرئيس الإيراني يقول بدون شك العقوبات الأمريكية حيشلها حبيب قلبنا بايدن طبعا أنتم عارفين مين يلفاز في الانتخابات الأمريكية مش بايدن يلفاز في الانتخابات الأمريكية الصين وإيران روحان يتوقع أن بايدن سيعيد الالتزام بالاتفاق النووي إيران قد تكون تستعد لهجمات أكثر على أمريكا في العراق ده من جوريز اليمبوست إطلاق عدة صواريخ من قاعدة عسكرية أمريكية على قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان ده من راشن تودي إسرائيل تقول أن إيران خلفت الاتفاق النووي في نقاط كثيرة فبايدن اتفاق إيه اللي حيرجع يستكمله كل المصايب اللي عملتها إيران ده هتروح فين ده من أروس شفا تركيا تهاجم العقوبات الأمريكية على شراءها للنظام الصاروخي الروسي ده من VOA News الإعلام التركي يتعهد بغزو تل أبيب لكن المعارضة التركية تقول إيه اللي بتقولوه ده ده إرهاب فكابتن أردوغان والمؤيدين بتوعه عايزين يغزو تل أبيب إسرائيل في تدريب عسكري موسع تظهر أنها وصلت لدرجة أنها قادرة على إستقاط صواريخ كروس ده من Time of Israel حماس في العيد الثلاثة وتلاتين تتعهد بتحرير فلسطين من البحر للنهر يعني ما فيش حاجة يبقى فيها اسمها إسرائيلي أو يهودي ده من Jerusalem Post مفتي فلسطين يقول لا مكان لغير المسلمين في جبل الهيكل بايدن يتجاهل عدة مكالمات من الرئيس الشعبي لفنزويلا ويبدأ أنه هو حيرجع يتعامل مع ما يعرف أنه اسمه ديكتاتور ما دوره وحيسقط مطالبات أمريكا بتنحي الأخبار العامة اللي بتحوقت دور حوالينا لحوم الفراخ المحضرة معمليا زي اتكلمت عليها في سنغفورة وغيره اتكلمت عليها عدة أسابيع اللي فاتت وده على فكرة من physics.org هتطرح في مطاعم سنغفورة وحتزيد هذا الأمر فممكن أنت تروح أي مطاعم ما تبقاش عارف اللحوم الفراخ المتقدمة قدامك دي فراخ حقيقية ولا فراخ معملية مش فراخ حقيقية يعني مش فراخ كانت حيا باراك أوباما اللي بدأ يطلع تاني بطلعته البهية بعد بايدن ويلمح بوجود كائنات فضائية طب يرجع زي ما كنت تاني أحسن ده من Express News في لقاء آخر لباراك أوباما اللي بيطلع لنا كل يوم يؤيد تقليل ميزانية الشرطة في الوقت اللي فعلا تتزايد فيه معدل الجريمة في أمريكا جدا أمريكا تطور نظام نووي جديد ليعطي طاقة لمهام الفضاء والقواعد الجديدة فالمركبات الحديثة احتمال تكون بنظام نووي جديد علماء استراليين تمكنوا من تصنيع ماس في المعمل ويقدروا يصنعوه في دقايق اتضح أن فيسبوك وتويتر وغيرهم الموضوع أعمق بكثير وتبرعوا بأموال طائلة لبايدن والموضوع المستندة كان أعلب كثير من الناس اللي تتخيلوا ده من فوكس نيوز عرض الفاتيكان للعائلة المقدسة أغضب ناس كثير لأنه ظهر شكل يعني غريب لتمثال الرب يسوع المسيح اللي بعض الناس حصوا ده كما لو كان كائن فضائي الصورة زي قدام حضراتكم ده من CNN علماء الآثار يؤكدوا أنه وصف لوقة البشير لميلاد الرب يسوع المسيح صحيح تاريخيا 250 من الهند يتضح أن هم من سط بنسة أحد الأصباط المفقودة اللي همفروض هيرجعوا لإسرائيل في نهاية الأيام أخبار اقتصادية شتاء مظلم فوصل أن النسبة 62% مش 50% ولا 40% 62% من المشروعات الصغيرة في أمريكا تخاف أن الأسوأ لم يأتي بعد ده لسه يعني ما انتهناش ده المصائب جاية IMF تقترح استخدام الزكاء الصناعي في تقدير رقم الاعتمال للأشخاص بس أنتو عارفين في الغرب كل شخص لي رقم اعتمالي اللي هو credit score رقم الاعتمال ده عايزين يستخدمه من اللي يحدده مش تاريخك وأن انت كنت ملتزم بسداد فواتيرك والكلام ده كله لا ده دلوقتي عايزين يستخدمه الزكاء الصناعي في تحديد رقم الاعتمال بتاعك حاجة كده هتشبه زي الصين عن طريق مش بس ان انت بتسدد فواتيرك لكن لا كمان مشترياتك ايه؟ تحليل مشترياتهم وأنشطتهم على النت وتاريخهم ايضا بنقرب من النظام الصيني للتحكم في المواطني سنة 2020 والله حصل فيها قد يسبب اعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي ده من WND News طهد المسيحين اللي بيزيد بوكو حرام الارهاب المسلم اللي سمحوني في التعبير بس ما عليش بيقلد رسوله فعلا بيخطف مئات الطلبة في منطقة مسيحية وفين العالم ساكت ده لو كان طلاب مسلمين اتخطفوا كانت الدنيا خربت لكن طلاب مسيحيين ملهمش تامن والغاية ما المسلمين يطلعوا يدين بوكو حرام حفظ لأقول ان هو بيمثل الوجه الحقيقي للإسلام بالغاية ما يطلع الأزهر يدين بوكو حرام حفظ لأقول ان أيوة الأزهر موافع على انه ده الإسلام الحقيقي مسيحيين نيجيريا يخافوا ان لأسف أعياد الميلاد حتكون أعياد دموية على يد الإرهابيين المسلمين ده من نيويورك بوست تزايد اضطهاد المسيحيين في الصين يكبر آلاف القصوص انهم من يختبئوا في الشقوق ده من سيبي الصين تعد قوانين تعاقب المواطنين اللي يشاركوا عقدتهم مع الغربة انت مسيحي لكن لو فتحت بقك وقلت مسيحي أو ليه انت مسيحي تتعاقب في الصين دلوقتي للأسف أصبح أكتر تحديد عقيدة للشباب في أمريكا هو ما عنديش عقيدة ده بسبب التعليم واللي بيعملوه في التعليم دراسة توضح ان 88% من المعاناة في الجامعات هو من منع حرية التعبير يا إما انت توافقهم في الرأي في الفكر الإلحادي مؤيد للتطور مؤيد للشواز وي 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 يا إما تضطهد وبعنف في الجامعة من أصعب الأماكن اللي مفهاش حرية التعبير هو الجامعات الغربية ما تدخدعش وعلى فكرة زي نفس الموضوع أكيده بن ستاين زي ما قلت لحضراتكم في الفيلم بتاع في الجامعة يا إما معاهم في الرأي يا إما برة آه كله طلبة وأسادزة كله يا إما معانا في نفس الاتجاه يا إما برة ما فيش حاجة اسمه حرية التعبير في الجامعات الغربية انخفاض معدل الموليد في مناطق بسبب العلمانية والطهاد العقيدة لانحضار الأخلاقي آخر جزء في الموضوع بتاعنا وللأسف أو أعتذر على بعض الأخبار اللي فيه أسبانيا البرلمان الأول اللي هو lower level يعني يقبل قانون مساعدة الانتحار فموضوع الانتحار ده بيتزايد من دولة لتانية للأسف بينتشر في العالم ودي خطيئة احتفالات في الأرجنتين لأنها تتجه للسماح بالإجهاض فالمؤيدين للإجهاض بيحتفلوا في الشوارع مؤيد الحياة يريدوا أو يروا ان فعلا الشيطان موجود لأنه كل الحاجات الفضيعة دية أكيد وراها الشيطان مؤيدوا الإجهاض في الأرجنتين احتفالا بيه اللي حصل ده يعملوا إيه يطلقوا آب جديد عبارة عن جيم جيم إلكتروني الجيم ده اسمه little fetas doom لعنة الجنين الصغير الجيم ده إيه اللي حب يفوز فيه لازم يقتل سيدة حامل مؤيدة للحياة ويقتل قسيس ويقتل شرطي عشان تفوز في الجيم ده قادة اللي بيعملوه ايه رأيكم شايفين استخدام الجيمات وخداع الأطفال ازاي مؤسسة نساء العالم تقوم بمظاهرات في بولندا بعد من المحكمة رفضت الإجهاض الإجرامي للأطفال المغوليين وأي إعاقة أخرى انتوا عارفين انه كانوا في بولندا عايزين يجعلوا الإجهاض بتاع المنجوليان كيدز وأي طفل قد يتوقعوا فيه يكون عنده إعاقة يقتلوه وهو ليسه في بطنه موضوع فالمحكمة رفضت فطلعين بمظاهرات ضد المحكمة البرلمان السويسري للأسف يقبل زواج الشواز ولكن العامة قد يكون لهم القرار الأخير ده من راشن توديي تحويل شخصية جاردين أوفزا جالاكسي في أفلام الكارتون بتاعتها يحولوا لشاز سناء الجنس إيه رأيكم؟ أنتوا عارفين ممثل كريس اللي هو بيمثل جاردين أوفزا جالاكسي ده إنسان مسيحي بيطهد الأيام دي وبعنف شديد وبعض الممثلين الشواز بيهجموه وبعنف عشان مسيحي لدرجة أنه شوفوا عمل إيه دلوقتي حولوا أفلام الكارتون بتاعت هذا الفيلم أو هذه الشخصية حولوا شخصيته في أفلام الكارتون لشاز عشان يكملوا حرب ليه هذا اللي بيعملوا حاكم كارولاينا الشمالية يعلن 6 ديسمبر كعيد لأولياء الأمور الشواز إيه رأيكم؟ للـ LGBTQ بدل مع عيد الأب وعيد الأم يبقى عيد الشواز أولياء الأمور الشواز يا حبيبي هدت بابا وماما؟ لا أنا هجيب بابا وبابا في عيد الأم إيه رأيكم؟ أو في عيد الشواز ربنا يرحمنا من خطيط صدوم وعمورة دي للأسف كترة قوي شركات الكارتون اللي تطلع أفلام كارتون تقول للأطفال إن لا مفيش حاجة اسمها ولد وبنت لا في أجناس كتيرة يا بابا مش ولد وبنت بس خلي بالكم الهدف هم صغار النفوس وعشان كده عليكم مسئولية محتاجين تفضلوا تقولوا إن الشوزوس خطية ده اللي حاصل في هذه الأيام محتاجين نصلي محتاجين نبقى مصابيح مقضاءة ونعد زيد في مصابيحنا نكلم صغار النفوس اللي بيعصروا من هذا الظلام الفكري والظلام الخطية محتاجين نستعد بالصلاة والصوم بالخدمة أبناء الله محتاجين ننقل قلب تبقى أعمال المسيح واضحة فينا ما نخليش العالم يمنعنا إن احنا نتكلم خلي بالك لو ما تمسكتش بالمسيح وصياة من الآن ممكن ما تقدرش في المستقبل القريب لو ما عندكش زيد كافي زي الخمس عزار الجاهلات ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان ما تحصل ما نخافش من زي يخوف العالم والهالنا قبل ما تحصل عشان ما تحصل نؤمن في زمن بيشككونا جدا في كتابنا المقدس فمستحيل كان يخمن الحاجات دي بالصدفة أو يكون مؤلف ولا محرف فهو بيشهد عن نفسه عن مصدقيته قدام عينينا وأيضا عشان حياة الاستعداد لما تبتري نرفع راسنا لفوق ونستعد لحياتنا الروحية في زمن العالم بيتفرق بيتفنن يشغلنا عن حياتنا الروحية ربنا يبارك حضراتكم عريسنا اقترب والشيطان حاسس وعشان كده بدأ يزول شره جدا وبدأ يسرع جدا في زمان اليسير اللي فضله استعدوا مش بس عشان كمان مجيء المسيح عشان أي حد بيسلم وضعته في أي وقت فيه فوق المية وخمسين ألف شخص بيموتوا في اليوم الواحد محدش يعرف أنا أكون منهم أنت المسيح اقترب اصنعوا الثمار طليق بالتوبة استعدوا لاستقبال للعريس أمين تعالى أيها الرب يسوع وربنا يبارك حضراتكم والمجد لله دائما كل سنة وحضراتكم طيبين وكالعادة آسف جدا لو كنت أخطأت في أي شيء قلتوا سامحوني برضا إنسان ضعيف على قدي لكن لو فيه حاجة كانت خطأ الله يعلم لم تكن عن قصد تصدقوني ربنا يبارك حضراتكم